يعني خلينا نحاول قدر الإمكان نضع اليد على الجرح الآن عم تنتشر يعني موجة نوعا ما من خلع الحجاب في العائلات المحافظة والمجتمعات المحافظة العربية ويمكن في بنات كانوا من صديقاتنا وتفاجأنا فيما بعد أنهم وصلوا لمرحلة خلع الحجاب خلينا شوي نقترب أو نوضح تصرفات المتدينين المجتمعات المتدينة اللي وصلت الفتيات أو بعض الفتيات لمرحلة التنفير من الحجاب نعم خلينا نتحدث عنها أولا إحنا عدنا مع الأسف في شيوخ في دعوات كثيرة تقول بأنه الحجاب ليس فرضا في الإسلام وهذا غير صحيح لأنه الآيات اللي موجودة عدنا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك إزكالهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يا ضد من أبصارهن طيب غض البصر كيف نعم غض البصر أنه أنا ما أطلع عليها وهي فيها زينة أو فيها إشياء أو فيها كذا طيب هذا غض البصر مرحلة ثانية بعد الحجاب نعم طيب كيف لما ما تكون محجبة هذا يعني أنا مسألة الحجاب هو مو فقط لنفسي وإنما للآخرين لأن أنا كيف أطالب الشاب بأن يغض بصره وهو دي يشوف هذه المناظر المختلفة وهذا التبذل وهذا السفور وهذا الخروش لكن أيضا ما بنبرر ما نبرر لا أحنا ما نبرر له للشاب لكن لكن لازم نعينه المسؤولية على الطرفين لازم نعينه أنا كيف أعينه على غض البصر أنه أهيئ له الجو الملائم لا أنا ما أبرر له ولا أقول له انظر براحتك لا أبدا يبقى لازم يغض بصره وهذا أزكى أطهر أفضل فكذلك هذه مسؤولية مسؤولية بعض الشيوخ اللي ديفتون بأنه الحجاب ليس فرضا أو مثلا يقولون أنه البنة ممكن تلبس كذا يعني أشياء خارجة عن حدود الحجاب اللي هي مثلا تتحزم أو تحط الأصباغ أو تحط الكذا هذا كل ما موجود في الشرع نبقى على الأصل إحنا الشي ثاني مع الأسف بعض وسائل الإعلام أيضا إلها دورت في ذلك ساهمت في ذلك الشي الآخر بعض الناس كانت مرتدية أقرب إلى العادة وليس عبادة ما في اقتناع في الحجاب ما في اقتناع كامل عادة عادة هي عادة مثل ما تعودت أن تأكل كذا وتشرب كذا وتنام بفلان ساعة وتستيقظ بفلان ساعة أيضا تعودت هذا فإذا أنا لازم أفرق بين العادة والعبادة نعم جميل فإذا فهمنا إحنا أن هذه عبادة والله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسب على هذه العبادة وأيضا أنا رزقي وأماني وأمني بيد الله سبحانه وتعالى نعم الشي الآخر أيضا اللي ساهم في ذلك خروج الناس من بلادها واطلاعها على ثقافات أخرى صدمات ثقافية وحضانية صدمات ثقافية أخرى وبالإضافة إلى ذلك يعني نوع من الإحباط واليأس يعني أنا مو أبرر لا أنا مو أبرر لكنه أشخص لك من ضمن الأسباب ردت فعل نفسي ربما تكون نقم على الواقع والعياذ بالله كأنهم يقولون أين الله من هذه المآسي طيب الله سبحانه وتعالى موجود لكن نحن عصينا وبكثرة معاصينا حصل لنا ما حصل إذن هل نزيد في المعصية؟ أم نرجع إلى الله سبحانه وتعالى حتى نتخلص من هذا الوضع المأساوي اللي نحن نعيش